صفقة جزائرية جديدة تعاقد مع نادي الإفريقي التونسي برئاسة هيكل دخيل وبموافقة الفرنسي ديفيد بيتوني مدرب باب الجديد لتدعيم هجوم الفريق ومفاجأة حول تصريحات مستثمر النادي الإفريقي بشأن قدرة التعاقد مع ميسي أو رونالدو فما الحقيقة؟ النادي الإفريقي التونسي بقيادة مديره الفني الفرنسي ديفيد بيتوني أبرم صفقة جديدة في خط الوسط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم تشكيلة باب الجديد قبل انطلاق الدوري الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة فقد أعلن نادي مولودية الجزائر إعارة لاعب خط وسط الهجومي عبد المالك لالش إلى صفوف جناد الإفريقي التونسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء بصفة نهائية مع نهاية الموسم يعد قلالش لاعب فريق الريف بنادي مولودية الجزائر البالغ من العمر 19 عاماً لا يزال مرتبطاً لعقد مع بطل الدوري الجزائري يمتد لثلاثة مواسم إضافية ويطمح مولودية الجزائر من خلال هذا الإجراء إلى منح اللاعب خلالش فرصة اللعب لأطول فترة ممكنة في المستوى العالي مع فريق الإفريقي التونسي وتمكينه من تطوير مهاراته وقدراته في سياق آخر فقد رفض ديفيد بيتوني المدير الفني لفريق الإفريقي رفض التفريط في لاعب حمد العبيدي قبل المركات الشتوي المقبل ما لا يتم تجديد عقد اللاعب مع باب الجديد في الفترة المقبلة بيتوني مدرب الإفريقي أبلغ إدارة باب الجديد رفضه عروض حمد العبيدي من مصر وليبيا وخاصة مع عدم إبرام الإفريقي لأي صفقة هجومية حتى الآن ويعول بيتوني مدرب الفريق الإفريقي على حمد العبيدي إلى جانب النيجيري كانغاسلي إيدو في قيادة هجوم فريق باب الجديد الموسم المقبل خاصة مع غياب السفقات في خط الهجوم كما يدرس مسؤول الإفريقي التفاوض مع حمد العبيدي لتمتيد عقده مع النادي لموسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل خاصة بظل اشترات النادي رقما ماليا ضخما لبيعه في سياق آخر تدولت منصات التواصل في تونس خبر استعداد رجل الأعمال الأمريكي فارجي شامبيرز المستثمر الجديد في النادي الإفريقي التونسي للتعاقد مع سفقات كبرى وعالمية للنادي خلال النادي الحالية فهناك بعض الصفحات نشرت ما وصفه متابعون على منصات التواصل بأنه مفاجأة مدوية في الكرة التونسية بالحديث عن تصريح نسب لفرجي شامبيرز وأكد خلاله أنه قادر على جلب ليون ميسي أو كريستيانو رونالدو للعب بقميس النادي الإفريقي خلال الموسم المقبل قالت المصادر ذاتها أن شامبيرز لن يتردد حتى في التعاقد مع ليون ميسي وجلبه للعب في الدور التونسي من بوابة فريقه النادي الإفريقي رغم أن رجل الأعمال الأمريكي يفضل التعاقد مع كريستيانو رونالدو الذي يعجبه أكثر من ميسي نقل موقع إيرم نيوز عن مصدر مقرب من دائرة القرار في إدارة النادي الإفريقي أن ما أثير من حديث عن وعد شامبيرز بضم ميسي أو كريستيانو لا يعد أن يكون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة المصدر أضاف أن المستثمر الأمريكي دعم النادي الإفريقي بالفعل وضخ الكثير من الأموال لرفع عقوبة المنع من التعاقدات التي سلطها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على النادي لكنه لم يتحدث بتاتا عن كريستيانو رونالدو أو ميسي وقد يكون ذلك ما أبداه رجال الأعمال من استعداد للمساهمة في عودة النادي الإفريقي لسابق أمجاده